في تاست نمبر 4 هلاقي كلمة في question number 2 هنا twins are at greater risk of developing certain ailments than non-twins ودي أهم أو عفريت كبير قوي مش كلمة greater بذات لكن أي adjective في ال-er smaller larger greater easier harder أي كلمة فيها er مهم جدا إن أنا لازم أعرف فين الطرفين بتوع ال comparison بتاعي هو بيقرر ما بين اي و اي لأنه هو الجمل دي أنا عايز أقول لكم mainly كده هي 90% منها not given بس مش عايز أعتمل على كده عايز أطلعها فعلا من passage لكن عشان أطلعها صح لازم أعرف المقارنة بين اي و اي لو الطرفين اللي بيقارن بينهم في ال-question هما نفسهم الطرفين اللي في ال-passage ليه يبقى في الخطوة الثانية هتيجي اللي أنا هشوف هل فعلا ال-comparison دي صح ولا غلا لو الطرفين مش موجودين يبقى ال-question not given لو الطرفين موجودين لكن مش ال-twins هما greater لكن ال-non-twins هما add greater risk يبقى في الحالة دي البملة false يبقى أنا همدي فين الطرفين بتوعي عندي ال-twins وال-non-twins لازم ألاقيه بيقارن ما بين ال-اتنين دول ال-twins وال-non-twins ولازم ألاقي ال-twins at greater risk than ال-non-twins طب هو مقارن هنا فين في ال-passage ما بين مين ومين طبعا ده في ال-developing بتاع ال-developing center illness هلاقيه هنا وانا بدور هو ما جاب ليش كلمة illness لكن جاب لي السنين من مشهور بتاعها اللي هو كلمة ailment فأنا بعمل سكامنج بسرعة من بعد السؤال اللي قابله بغاية موصلت الكلمة ailment عارفت إن أنا عندي هي دي جزئية الخاصة بال-answer هيجي من أول فلسطوك وهعمل سكامنج هقرب الراحة بقى عشان نشوف ال-twins وال-non-twins جاب ما بينهم comparison ولا لا هلاقي ال-comparison هنا بيقول لي if identical twins are than fraternal twins يبقى ال-comparison هنا ما بين ال-identical twins وما بينهم وبعضهم هما وال-fraternal twins يبقى المقرنة مش موجودة ما بين ال-twins وال-non-twins بالنسبة لل-ailment يبقى المعلومة دي بمنطقة البساطة not given يبقى أنا مش هتوه نفسي وأضقره 100 مرة وافهم ثاني وثالث عشان أعرف هل السؤال صح هو اللي غلط لا أنا عندي comparison فيه طرفين لي twins و-non-twins موجود ال-comparison تمام يبقى true مش موجودة يبقى not given طب لو موجودة بس مع كوسة ال-non-twins هما اللي أعت greater risk يبقى في الحالة دي الفلس بتاعي بيطعم تمام نشوف فيه tracks تانية في question number three فيه track تانية جديدة أو عفريت تانية جديدة بيقول لي pusher وده اسم scientist مايشي push it are advertised in newspapers for twins who had been separated at birth newspaper هنا بالنسبالي دي وسيلة لما يجيب لي أي مين أو وسيلة معينة وسيلة حصل بيها حاجة معينة لازم أتأكد أن الوسيلة دي موجودة لو قال لي في التيفي في الراديو في نيوز بيبر في الماجازين لو قال لي بيتنقل by bus by car by air plan by air plan يبقى في الحالة دي لازم أتأكد أن الوسيلة دي موجودة يبقى لما قلي pusher to advertise in newspaper لازم كلمة newspaper تبقى موجودة وتأكد بعد كده هل pusher فعلا advertise في newspaper ولا لا أو هل كان على twins اللي هي cleared apart ده الجزء اللي بيتكلم على twin reared apart وعلا pushered فاقرم الأول فلسطب هنا بالراحة over two decades بنيولي بيستد المرسل عبينها study of twins reared apart the universities were carried out and they were each asked more than 15 thousand questions وقو بس جايب ان هما كانوا بيرخول والمعمل بتاعوا بيسألوا questions لكن ما جابش اي حاجة عن الadversment او ان هو كان بيكتب حاجة في newspaper يبقى ده بخصار انا عرفت location بتاع السؤال ما تختش مفضلتش ادور في passage كلها لا كاتبين pushered وكاتبين الجزء التوينز اللي هما has been separated at birth لكن مفيش اي indication على newspaper يبقى في الحالة دي السؤال بمطال بساطة نط جابك اخر سؤال معينا في book 11 بالنسبة true false كان في test 3 passage one برضو اللي عدي عليه بسرعة بيقول لي gold was the most valuable material لوحدك وكده قلوني فين العفريت اللي موجود في الجملة دي طبعا كلمة the most هل فعلا الgold كان the most valuable material ولا لا انتو اللي هتجاوب عني هجاوب number 11 لأنه كان سؤال tricky شوية وقف مع ناس كتير بيقول لي most tradesmen only went along certain sections of the cell code هنا السؤال كان tricky لأنه هنا بيكلم على most tradesmen وفي passage بيكلم على few merchants يبقى بدأ يتكلم على few مش على most فالناس كتير يتلقبط بس هو مثلا هنا بيقول لي in the most tradesmen بس معظمهم بيمشوا certain sections في الroot مش بيمشوا الانتا الroot تمام طيب تعالوا نشوف كده passage بيقول لي result في passage هنا هما سطرين اللي هطلع منهم الانسر بيقول لي few merchants travel the entire route هناك بيقول لي most بيمشوا certain sections هنا قال لي في شوية قليلين بيمشوا الانتا route لكن goods were handled mostly يبقى في الحالة دي استخدم لي الpassive بدل ما قال لي انهم most of them لكن قال لي goods were handled mostly by a series of middle men وmiddle men ده كلمة متكونة من two syllable middle men وانا كتير بحل الكلمات زي دي في الانجليش سواء كان فيها prefix أو suffix أو متكونة من two syllable مشهورين عشان اقدر understand الكلمة اللي قدامي حتى لو انا مش عارف ها ابلي كده يبقى هنا لما يقولي goods were handled mostly يبقى معناها ان most المershins مش المدل من الموجودين وبالتالي most of them بيمشو just certain section من الرود وبالتالي السؤال اللي تحت ده هيبقى صح لانه كان بيقولي most of them went along certain sections وهو فعلا قال لي ان في قليلين بيمشو entire رود وبالتالي كلمة entire نفسها كلمة total كلمة all كلمة the whole كلمة entire كل الكلمات دي عفريض يعني كلمات مهمة جدا موجودة في الجملة لازم اتأكد لما هي حاجات extreme لازم اتأكد ان هي موجودة فعلا في السؤال عشان يبقى السؤال ده true or false لكن لو مش موجود indication عنها في الحالة دي هيبقى السؤال بجاعي not given number minority اتأكد اتأكد بوصل لكلمة china والسلك هي اكبر مصدر للاثنين لكن هن جاب لي اي indication على السلك يكون المجارتي من السلك الاكسفورت ده ما جاب ليش اي indication على الموضوع ده يبقى اخد بالي جدا من كلمة majority و minority يبقى السؤال ده بمطه البساطة not given كده احنا عدينا بسرعة على معظم العقارية not given اللي موجودة في book 11 و كل تريكس تقريبا اللي موجودة فيه ناقص اعرف الفرق ما بينه ما بين ال yes وال no وال not given واخد سؤال على ال yes وال no ونحل مع بعض ونشوف هل فيه فرق اجامة ما بين ال اتنين وهل تريكس اللي موجودة هنا هي نفسها اللي موجودة هنا ولا لا فخليكم معين كده وصلنا الاخر جزئية في المحاضرة وهي اسئلة ال yes وال no وال not given اسئلة بتبقى محتاجة ان احنا نقرأ شوية او نعمل سكارنج بتاعي بعناية لان ال para phrasing بتاعها انها بتعبر عن opinions مش عن facts زي true false وبالتالي opinions محتاجين ان احنا نقرأها بتركيز اكبر عشان نقدر نفهم فعلا الجملة اللي قدامي دي هل هي yes or no طيب نفس الكلام هما بيجوا بالترتيب فيهم نفس the tracks ونفس عن فريط true والfalse والnot given اللي احنا قلناهم قبل كده لكن غالبا هنلاقيهم concentrated في مكان في passage واضح عن true والfalse ممكن تبقى متغزاعة عن passage كلها اسئلة ال yes وال no غالبا بتبقى focused في مكان معين على اساس اللي انا بحتاج اقرأ فيها بمهارة اكبرين بالنسبة للquestion اللي قدامي ده book 11 test 3 passage 3 لما هنروح اول حاجة خالص في question number 34 ده اسم علامة forces فلما نروح ندور في passage نفسها هلا اول مرة ظهر اسم العلامة في الparagraph ده هعرف منين اذا كان دي اول مرة ظهر فيها اسم scientist ولا مش اول مرة اول مرة بيظهر فيها اسم scientist في passage بتاعة الines بيجي الاسم first name وال surname بتاعه بيجي الاسم كامل وغالبا بيجي دفلاشة عنه تعريف مثلا of the university او كذا 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 او هو published كذا عمل published او research معين في مجال معين فبيبقى موجود definition بتاعه جنبه لكن اي مرة بعد كده هيظهر فيها اسم العالم العالمة دي هتظهر بس just surname بتاعها ومش هيظهر Alex تاني مش هيظهر first name فانا عرفت انه اول مكان ثري paragraph في passage فمعنى كده ان كل question بتاعت yes و no هتطلع just من three paragraphs في passage تمام ده اول hint بالنسباني نرجع تاني للquestion بس هنشوف الحاجة اللي ممكن تبقى مختلفة example عشان نعرف ازاي هو الموضوع محتاج راية اكبر هناخد 35 35 بيقول certain ideas regarding the link between mirror neurons حلو اوي ده انا بالنسباني عندي term والterm دايما بيبقى موجود ما بين two quotation and art appreciation require further verification يبقى عندي الدين لانا هروح عشان عمل skimming بسرعة وهدور على mirror neurons بعد كده هشوف ان في certain ideas اللي بتربط mirror neurons without appreciation require further verification ولا لا هنطلق هنرجع تاني للpassage طبعا انا بدور بعد السؤال الاولاني اللي كان في Alex forces فوق لما بعمل skimming just skimming سريع لغاية ما بوصل لي term اللي بدور عليه المير المير نير 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 اول فرص طب فبيقلي this may be down to our brains mirror neurons هنقرأ هلاقي ان انا مضطلق بالراحة عشان عرف هل في certain ideas محتاج further verification ولا which are known to minor others action the hypothesis كلمة the hypothesis هنا the reference reference لل mirror neurons وهو هنا بي بي اسم هارة تانية عندي ان انا عمل identification لل reference وهل انا عارف كلمة hypothesis دي رجع على اي في الجملة لقبلها ممكن يقول the theory the process بعد ما بي تكلم على حاجة معينة ويرجع تانية يقول the theory أو the process يبقى ده reference لل theory وال process اللي هو بي تكلم عنها فوق نفس الكلام الhypothesis دي رجع على mirror neurons ودي skill تانية هو بيحتاج دي اسها وانا بحل reading بيقول الhypothesis دي will need to be thoroughly tested معناها ان هي بتحتاج انها نعمل لها testing or further testing or further verification يبقى بالنسبالي هنا ال sentence اللي كانت عندي كانت true يبقى هي فعلا في certain ideas محتاجة انها يحصل لها further verification وفوق اللي thoroughly tested question تانية 37 مسلا بيؤلي scientists should seek to define the precise rules which govern people's reactions to works of art تمام يبقى أنا عندي هنا بيؤلي scientists should seek to define precise rules عشان بتحكم ايه بالضبط and reactions دي الكور words اللي موجود عندي هرجع تاني فوق بعد برضو ال answers اللي فارت واشوف مكان الانسر فين بما ان السؤال اللي قبله كان جاي من المنطقة دي يبقى معنى كده ان انا هبدأ ادور في البراجرام فببدأ ادور على الايديا اللي بتتكلم على scientific rules هلائقي زيها اللي هي laws لما بيجي نقرأ من اول الجملة بيقول it would however be foolish to reduce art appreciation to a set of scientific laws يبقى هنا نفعل الجملة ازاي هناك بيقول لي انه احط precise rules وهنا قال لي it would be foolish هيبقى من الغباء ان انا احط set of scientific laws يبقى معنى كده ان الجملة دي false ودي الطريقة اللي هو نفالي بيها هنا في yes و not number 39 بتهميني جدا لان فيها عفريت المعفريت اللي احنا قلناها قبل كده وهو ER easier وبرضو الquestion ده لغبط ناس كتير لانه جايب بطريقة لغبط لكن لو مشينا بال strategy اللي احنا قلنا عليها طالما في it's easier يبقى في ER يبقى انا لازم احدد الطرفين بتوع المقارنة بتوى it's easier to find meaning in the field of science than in that of art يبقى معنى كده انه المقارنة هنا ما بين ايه ان to find the meaning field of science والطرف التاني to find meaning في art عشان اشوف هل هو اسهل فعلا اننا find meaning for science من اننا to find meaning في art ولا لا هنرجع تاني لل passage 4 طبعا هندور في مكان محدود جدا انه اخر ساطرين بعد الانسر بتاعت ال question اللي قبلها in some ways it's not so different وناس كتير اول ما اروا it's not so different to signs تمام بدوا يقولوا لا هو مش easier يبقى الجملة دي false عشان الاتنين زي بعض بس انا لسه ملاقيتش الطرفين بتوعين ان انا find the meaning of signs we find the meaning of where we are constantly looking for systems and decoding meaning so that we can view and appreciate the world in a new way يبقى هل هنا واضح ان هما الاتنين زي بعض في finding meaning ولا جست ان انا ان انا constantly look لل system and decode meaning دا الاتنين هما الاتنين شبه بعض لكن هل قال لي ان هما زي سام في السمولة لا هو ما جابش سيرة ان دا easier ولا مش easier ولا الاتنين زي سام مع بعض في level of difficulty يبقى في الحالة دي اصلا الطرفين بتوع مقرن مجوش وبالتالي الجملة دي بتبقى not given دا كان اخر سؤال معنا في الليكتشر بتاعت النهاردة خدنا true والfalse والnot given غالبا في معظم الباسدجيز الموجودة في بوك 11 وحلينا برضو في yes والno والnot given عرفنا ان مفيش فرق جوهري ما بينهم بس yes والno والnot given محتاجة تتقرى يعني محتاجة تتقرى بعمق شوية وبتركيز اكبر عشان بيبقى النافي مش جاي مباشر بسينينامز او antonym زي ما احنا شوفنا هنا مثلا just انه هو نفالي بكلمة it would be foolish فمحتاجة ان انا اقراها بتركيز اكتر بكده نكون خلصنا السؤال بتاع true false not given اتمنى انتو تتابعوا معي بقات الفيديوهات ان شاء الله هنعرف secrets اكتر و tracks اكتر موجودة بعد من خلص الريدن هندقل على البصنين براتن 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 ان شاء الله فاستي توند ودوسوا subscribe وفاعلوا بقرس وشوفوا السيشان اللي جاي ان شاء الله